لأسرة أخوانا و أخواتنا عبد الله سأل عن كيفية زكاة الأسهم سواء كان للمضارب أو للمستثمر المساهم إذا كان مضارباً يبيع و يشتري في الأسهم فهذه عروض تجارة تصبح هذه الأسهم عروض تجارة فعليه أن يزكيها عند تمام الحول و ذلك بأن ينظر إلى القيمة السوقية للمحفظة عند تمام الحول و يخرج ربع العشر ثنين و نصف في المئة فلو أنه مثلاً دخل في الأسهم في واحد رجب إذا أتى واحد رجب من العام الذي بعده ينظر للقيمة السوقية للمحفظته و يخرج ربع العشر ثنين و نصف في المئة و الزكاة تكون بالتاريخ الهجري و ليس بالتاريخ الميلادي أما بالنسبة للمستثمر و المقصود بالمستثمر الذي لا يبيع و يشتري في الأسهم و إنما اشترى هذه الأسهم و تركها أو اكتتب فيها و تركها و يريد الاستفادة من ريعها أو أنه يريد أن ترتفع فيما بعد و يبيعها بربعه فهذه الشركات التي عندنا في مملكة عربية السعودية الشركات المساهمة تخرج الزكوات لمصلحة الزكاة و الدخل فتكفي و لا يلزم المساهم أن يزكي هذه الأسهم لأن المال لا يزكى مرتين فتكفي زكاة الشركة عنه أما من كان خارج المملكة عربية السعودية و الشركة لا تزكي فعليه أن ينظر لمقدار الوعاء الزكوي للسهم و يضربه في عدد الأسهم و يخرج الزكاة يمكن يتواصل مع الشركة التي تساهم فيها و يسألهم عن مقدار الوعاء الزكوي للسهم و يضربه في عدد الأسهم و يزكي أما من كان داخل المملكة و كان مستثمرا و ليس مضاربا فتكفي زكاة الشركة عنه